اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من لحظة سكون في حلقة الامس تناقشنا حول الشبهات التي يستند اليها الملحدون والمستشفقون في اتهمات الاسلام بانه دين قتل وارهاب وقدمنا لحضراتكم فيديو امبارح في اراء الملحدون في الاسلام وليه بيتهموا بانه دين ارهاب وقتل دعوني اولا ارحم بسيد الحبيب علي جفري اهلا وسهلا سيدي اياك الله وباركة فيك في لحظة سكون احنا اذكركم مرة اخرى عندنا هاشتاج لحظة سكون تابعونا عليه بعتولنا وحننظر في هذا الهاشتاج وسنناقش كل ما تطرحونه سواء كانت اراء في الحلقات او اسئلة جديدة سنرد عليها ايضا من لم يشاهد حلقة الامس ندعوه الى مشاهدة الحلقة على صفحة سيدي الحبيب علي الجفري وحتلوها موجودة على الشاشة او الصفحة الخاصة بالبرنامج لذلك هتسمح ليه سيدي ان نعود مرة اخرى لمن يشاهدنا اليوم لنعرض التقرير مرة اخرى لترون الشبهات السيدي الحبيب رد على جزء منها بالامس ثم سنكمل رد اليوم الله اكبر منائم المرتدين تحريد العلاقات للبين اللي موجود في القرآن في عيات كتير جدا يجب نعترف ان الاسلام دين دموي حد شين كتير اهم التناقضات اللي موجودة في الدين ان يقولك ان الدين دين سماحة وفيه ايات بتدعو القتل الاسلام دين يدعو القتل اذا التزمت بنصوصه الاصولية خالد بن الوليد كان معاهد الله ان هو يعمل بحور من الدماء في العراق المنبدأ لدينه فاقتلوه غصب عنك ما مش هتقدر التتكيف مع الايات دي الاسلام دين دموي جدا ودين عنصر جدا تحريد العلاقات للبين اللي موجود في القرآن في ايات كتير جدا الاسلام بيقولك وقتلوا ما لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرموا ما حرم الله ولا دين ودين الحق من الذين يقوتوا الكتابة حتى يقوتوا الجزة تعنيا دين وهم صغرون كما انت بتخش الدول اساسا انت ولا اسلم تسلم إنما جئناكم في الزمن فتقرب الى الله سبحانه وتعالى بدماء هؤلاء المقتدين القرآن نفسه بيتقذ اسلوب عنيف برضو في وصفه لمن لا يؤمن به في ملحدين برضو الضربة والنار ليه ما حدش بيحميهم ده المواطنين المصريين برضو ما حدش بيعترضوا طبعا المسلمين اساسا شمتانين فازاي ده لا يوصل الاسلام لازم نعترف ان الاسلام دين دموي حدش ينكر ده إذا حد طبعا رد علي ويعني رد على الأسئلة اللي جواي طبعا هرجع الاسلام أنا خرجت من الاسلام وكنت طبعا خايف وجايت لحالة نفسية بس قسرت الخوف ده فمش معقول هشوف حقيقة قدامي وهقول لا أهلا وسهلا بحضرتكم مرة أخرى في لحظة سكون هذا هو التقرير الذي عرضناه بالأمس وعرضناه اليوم وفيه من الأراء واليوم نعودنا أو سنبدأ من حيثه الآية التي استخدمتها داعش ويستخدمها أنصار بيت المقدس ويستخدمها كل من يريد أو كل من يرى أن في القرآن ما يدعو إلى القتال وإلى القتل قتال أي مشرك أي كافر نعم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد اليوم الاستشهاد الثاني الذي ذكرته أريد فقط أن ألفت النظر إلى آية في سورة التوبة التي كثير من الشباب يعتبرونها هي المشكلة في التعاملات وأدعوهم إلى التأمل أن يتأملوها هي بشكل متأني حتى نفهم المنهجية لو أن القتال فقط على اختلاف الدين كما يقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم وهنا في رد صريح ستسمعونه لكن لو كان الكلام كما يقولون أن المسلمين أن الإسلام جاء لقتال من ليس بمسلم إطلاقا كيف نفهم هذه الآية التي في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك طلب منك أن تدخله في جوارك يعني لا تقاتله ولو كان منك في السابق يقاتل جاء وقال لك الأخلاص أريد أن أسمع كلام الله إيش عندك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله طيب سمع كلام الله وقال لا أنا ما أريد أسلم ما أنا مقتنع تقتله قال لا ثم أبلغه مأمنة ثم أبلغه مأمنة أيها خليك مشرك زيما أنت أنت في أمان مني بمعنى مش بس كذا أنت مسؤول على أن تحمي إلى أن يخرج من دولتك ليصل إلى دولة التي هو فيها آمن نعم ثم أبلغه خذه ووصله بأمان إلى المكان الذي لا يطاله فيه أحد من أهل دولتك حتى لا يأتي شخص آخر ويقتله أنت مسؤول عن حمايته حتى يعود أنت مسؤول عن حمايته حتى يعود إلى بلده وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله طيب ما أرضي يقتنع ثم أبلغه مأمنة والعجيب هنا ملمح حتى يسمع كلام الله لا يوجد وقف هنا بمعنى أنه لا يسح لك عند قراءة القرآن تقول فأجره حتى يسمع كلام الله وتقف لا إذا وقفت أعدها مرة أخرى أقول حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة صار وقف هنا نعم فيه لفت نظر إلى أن اسمع كلام الله مرتبط لحقه في أن يرفض حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة فحقه أن يرفض وفي واجبك أن تأمن أن تحميه ما دام في إطار دولتك فلا يتعدى عليه شخص آخر إلى أن تبلغه إلى بلده التي هو آمن فيها يقول الله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون هذه آخر ما في الآية ذلك بأنهم قوم لا يعلمون من حقهم أن يفهموا فإذا فهموا وعلموا فالخيار إليهم لكم دينكم وليا دين أما الآية النص الذي استشهدت به فاصل نعم أخرج الفاصل ثم نأتي حتى أفسح الفقرة القادمة بكامل له نلتقي بعد الفاصل أهلا وسهلا مع حضراتكم مرة أخرى في لحظة سكون وسيدي الدعاية الإسلامي الحديد بعالي جفري سيدي الآية القرآنية واقتلوهم حيث تقفتهم كنا قلنا في الحلقة السابقة أن الاستشهاد بالآية المتعلقة بقتال أهل الكتاب نعم وارتباطها بالجزية كان فيه خطأ لغوي مغالطة لغوية نعم اقتلوا وقاتلوا هنا لا يقول لك لا ما في مغالطة لغوية أنت تقول قاتلوا وتحتمل هنا واقتلوهم على طول مباشرة كنا نعم لكن هنا في خيانة علمية أصعب من المغالطة اللغوية كيف خيانة علمية أن تجتزئ هذه الآية من السياق الآية التي قبلها والآيات التي بعدها التي توضح معناها مثل عندما تقول أن تكلمة تحتمل أكثر من معنى يوضحها ما قبلها وما بعدها ثم تقصقصها وتأتي بها بطريقة لا تقبل ولا تقرب الصلاة شوف واحد يأتي يقول لك الصلاة حرام الله منعنا من الصلاة يقول كذا من أين أتيت بهذا الخرافة يقول الله يقول ولا تقرب الصلاة هذا دليل من القرآن أو لا نعم من القرآن طيب إذا القرآن يقول لا تقرب الصلاة يقول هذا المشهد أكملها وأنتم سكارة أي لابد أن تكونوا مستفيقين واحد آخر يقول الصلاة تدخل النار تعاقل أو لا الصلاة تدخل النار والدليل قوله تعالى فويلوا للمصلين آية أم لا ليست آية نعم لكن أكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون هم مقررين بالصلاة لكنهم يهملونها فإذا الخيانة وأنا أعلم أن هذه الكلمة ثقيلة ولا أوجهها للشباب الذين استشهدوا نعم لكن أوجهها للذين أرادوا اقتطاع هذه الآية إما ليستعينوا بها على القتل المراجع التي تفتي بالقتل بغير حق استناداً لهذه الآية أو بعض المستشرقين أو بعض المتطرف العلمانيين الذين يريدون أن يفتوا في عضو الدين فيأخذون هذه الآية ليضحكوا على الناس الآية هذه الآية التي قبلها مباشرة تقول وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ أصبحت المسألة هنا واضحة أن يقتلوهم حيث ثقفتموهم تتصل بمن؟ الذين يقاتلونكم هنا بس انتهت لا الآية لم تنتهي وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا هو المعتدي وإنت ما تعتديش أكثر من هذا وأدق أنك أثناء القتال عندما ترى أنك جرحت أو قتل من تحب قد تنفعل فإذا فعلت قد تجاوز مسألة المقاتلة إلى الاعتداء بالإجهاز على جريح بالتعذيب بالتمثيل بجثة بقتل صبي أو إمرأة أو شيخ كبير في السن في لحظة الغضب تردعك هذه الآية ولا تعتدو والدين الإسلامي يمنع هذا قتل الضتل حرام ومسألة أخرى تتصل وهي حرب أكثر من ذلك الآية التي استشهد بها إبراهيم وذكرناها في الحلقة الماضية مسألة الموقف من أهل الكتاب أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسير الجيوش لرد الاعتداءات أمرهم صراحة وقال ستجدون أقواما يعبدون الله أو يؤدون عبادتهم في صوامعهم يعني الرهبان فدعوهم وشأنهم لا تقتربوا منهم فاستنبط الفقهاء تحريم قتل الرجال الدين حتى لو كان هذا الدين هو الذي باسمه نقاتل إلا من شارك منهم في القتال حتى لو مثلا يهود اعتدوا عليه وطررت إلى محاربتهم أصبح واجب عليه لأنهم أخذوا من أرضي أو مسيحيين جاءوا وقاتلوني هل أقول لأن المسيحيين جاءوا وقاتلوني إذا أنا أخذ بالثعر من هذه الهجمة الصليبية سيصبح دم هل يصح أن يصبح دم الرهبان والأثاقفة والقساوسة مستباح نقول لا الفقهاء نصوا على ذلك اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قاتلوا أيوه قالوا أنه يحرم قتل رجال الدين المخالف لديننا إلا من شارك منهم في القتال هنا أصبح خرج عن مسألات المرجعية الدينية نعم طيب لو هم المعتدي هذا قتل النساء من المسلمين وقتل الأطفال وقتل الشيوخ هل من حقي وأنا أخرج؟ أعوذ بالله هؤلاء بريئين ولا تزيروا وزيرة وزراء أخرى الطفل هذا لماذا يقتل؟ بريء وللأسف أيضا هذا من التحريف من التلاعب بأحكام الشريعة من قال بلى نقتل أطفالهم ونمثل بجثثهم ليش؟ قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلي ما اعتدى عليكم ومن اعتدى عليه بهذه الأفعال أنا بمثلي ما هذا الفهم السقيم؟ طيب لو أنه اعتدى عليك بالاغتصاب وهو زناء لأحد نسائك هل يجوز لك أن تغتصب أي تمارس الزناء الفاحشة؟ طيب واحد اعتدى والعياذ بالله بعمل قوم لوط فأنت ترد بمثل ذلك تمارس هذه الممارسة الشنيعة هذا فهم سقيم للقرآن الكريم نعم بمثل ما اعتدى عليكم بأي باعتدائه هو لا بلون الاعتداء نعم أي تعتدي على اعتدائه هو بمثل ما هو اعتداء اعتدي لكن لا بنوع الاعتداء لأن أنت عندك شريعة تضبطك أخلاقياً وإلا ما الفرق بينك وبينه كيف هذا الدين العظيم نعم الذي لا يرد بمثل ما ارتكب في حقه من جرم وبعدين في النهاية يبقى متهم بأنه دين عنف وإرهب هذا الاجتزاء الخيانة العلمية عوداً للآية وقاتلوا في سبيل الله واحد يقول في سبيل الله؟ طيب أصبح الدين نقول لا في سبيل الله لأنه إن كان في سبيل الله ستنتصر على نفسك فلا تعتدي اما إذا في سبيل نفسك ستعتدي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يأتي شخص يقول لا لا هذه نسخات بآية السيف أقول المهم الآية تقول إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين هنا متعلق بماذا؟ بمبدأ المبادئ لا تنسخ المبادئ لا تنسخ .. في الشريعة بل المبادئ في كل الشرائع لا تنسخ الذي ممكن أن يغير من شريعة إلى أخرى هو الأحكام التطبيقية لكن هنا الآية ارتبطت بمبدأ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّوا الْمُعْتَدِينَ هذه الآية ما الذي يليها مباشرة وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ هُمْ 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 هذا ضمير غائب يا شباب تعلموا اللغة العربية بدون إتقان علوم اللغة العربية سيصبح حكمكم على الآيات القرآنية ظلم وافتراء وَاَقْتُلُوهُمْ حتى لو اشتزئت الآية وَاَقْتُلُوهُمْ هنا الآية غير واضحة يجب عليك أن ترجع إلى التي قبلها من هم هؤلاء الذين نقتلهم وَقَاتُلُوا فِي سَبِيلَ اللَّهَ لَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ إذن أمرت بيقاتل من؟ الذي يقاتلوني حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أخرجني فنحط الله وأخذ مكيني وَالفتنة أشد من القتل وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ رأوا الحرومات حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين طيب خلاص على طول نستمر نقاتلهم لأنهم بدأوا يقاتلون قال الله لا لا فإن انتهوا توقفوا فإن الله غفور الرحيم مش بس نتوقف عن مقاتلتهم يكونوا مهيئين للمغفرة والمسامحة فإن انتهوا فإن الله غفور الرحيم برجع مرة أخرى يقول لنا قاتلو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أو مش مرة ثانية هنا يؤكد مفهوم القتال الفتنة أشد من القتل في قبلها وبعدين حتى لا تكون فتنة دلوقتي ويكون الدين كله لله فإن انتهوا شوف مرة أخرى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله طيب ويكون الدين لله خلاص بستمر بقاتلهم ليسلموا أيوة لو توقفت الآية هنا ستكون دينية أنت تقاتلهم حتى يكون الدين لله أي يقوم الأمر كما ينبغي لا ليجب أجبرهم على الدين من أين جبت هذا التفسير جئت من هذا التفسير من نفس الآية فإن انتهوا هم يقاتلونكم قاتلوهم لأنهم سيقاتلونكم على دينكم لسنا الذين نقاتلهم على دينهم هم قاتلونا على ديننا قاتلونا لأن لدينا هذا الدين وهذا الإسلام الآية نزلت في هذا السياق طيب قاتلناهم على الدين ما رضوا يدخلون للدين طيب ما لها علاقة طيب متى توقف القتال إذا انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين بقدر ما يعتدون بالظلم يرد عليهم أعلم أن لديك فاصل لكن هذه آخر آية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص فمن اعتدى عليكم شوف كم مرة ذكر الاعتداء في السياق هذا انظر للظلم لما أخذوها فاقتلوهم حيث ثقفتموهم يقول هنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله يعني انتبهوا لو اعتديتم أنتم هنا لستم في مشكلة مع الذين اعتديتم عليهم أنتم في معصية سيحاسبكم الله عليها واتقوا الله وهذه ترد على من يقول أن الذي اعتدى عليه بالتمثيل سؤالك قبل قليل بالجثث نعم وبقتل رأى ربي يجوز لي أن أفعل ذلك يقول لا صحيح قلت لك بمثل ما اعتدوا لكن انتبه واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين لماذا جاءت هذه الخاتمة من حكمها أن بعض الناس تصور هذا لو مثلوا بجثثنا قتلونا انتهكونا إذا لم نريهم شدة كما قالوا قبل قليل في التقرير أخوتنا من الخوارج هؤلاء سنفعل سنصيل الدماء سندبحكم جناب الذبع لماذا تفعلوا هكذا قال أن هؤلاء لن يرتدعوا إذا فعلنا بهم مثل ما يفعلون بنا هؤلاء قتلوا واغتصبوا نسانا سنقتل وناغتصب نساهم لماذا قال إن لم نفعل ذلك لن ننتصر من أين جئت بهذا الله يقول لك واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين إذا اتقيتم الله سيكون معكم فستنتصرون أما إذا لم تتقوا الله ستتحول المسألة إلى تكعفؤ من الأقوى من صاحب الخطات فيغلب انظر كيف اتطبحت الأعيب جميلة وتفسير رائع هطلع فاصل المتبقي دقيقة أو ديتين يعني هطلع فاصل بعد الفاصل نواصل مع سيد الحبيب علي جفري في لحظة سكون أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى لحظة سكون وازداد سكوني بعد أن استمعت إلى تفسير سيد الحبيب علي جفري فيما سبق وقلبي مطمئن لما هو آه سيد الحبيب إذا انتقلنا إلى ما يستند إليه الملحدون مثلا في الآية القرآن من بدل دينه فاقتلوا حديث النبوي المرتد اللي بدل دينه والمقصود هنا اللي بدل دينه يرتد من الدين الإسلامي فاقتلوه القتل واضح ومصيبة بعض أخوتنا الخبارج لما تكلموا هنا قال سنقتل المرتدين من المرتدين عنده هؤلاء المسلمون الذين رفضوا يقاتلوا معهم فأعتبروهم أنهم خانوا العهد وردوا من رفض القتال بقى مرتد أين ونصبح ضدهم فأصبح مرتد هذه عادها مصيبة أخرى لكن نرجع إلى الأصل نعم الحديث النبوي الشريف من بدل دينه فاقتلوه بجانب الحديث آخر حتى نكون واضحين أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يشهدوا أن لا إله إلا الله منين أنت من أول تقول لي لا يوجد القتال على الدين وتتفلسف في تفسير الآيات نرسلك الحديث هذا في لحظة سكون تأمنى أمامي أحد احتمالين لا ثالثة لهم إما أن يكون المقصود مطلق أي حدي بدل دينه اقتلوه وإما أن يكون أمامي من بدل دينه فاقتلوه إذا كان تبديله للدين يضر بالمجتمع يتحول إلى فتنة في داخل المجتمع إلى قتال أو إلى استنصار بآخرين من الخارج ليبسطوا أيديهم على المجتمع تقول أي بس هذا تأويل متكلف الواضح من البداية أنه المقصود أي تبديل دين أقول لك نعم سيكون كلامك صحيحا إذا لم يكن في التطبيق النبوي ما يميل بناء إلى الجانب الآخر ما المقصود في لحظة سكون تأمل والمسألة واضحة هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل من بدل دينه أم أن لدينا حالات في السيرة النبوية الشريفة وجد فيها من يرتد ويبدل دينه فتركه النبي ولم يلحق به ليقاتله أو يرسل إليه من يقاتله وتوجد حالات أمر النبي بقتلهم طيب هذا النبي سيدنا أبو بكر قاتل المرتدين صحيح لكن سيدنا أبو بكر هل قتل وقاتل كل من ارتد أم قاتل المرتدين الذين خرجوا على الدولة على الوطن وأرادوا تقسيمه وتدميره كمثل مرتدي بني حنيفة في نجد أو مرتدي أتباع سجاح أو غيرها في المناطق العربية المختلفة سيدنا أبو بكر قاتل هؤلاء أما الأفراد الذين ارتدوا وتركوا مجرد الترك وهناك أمثلة في عهد سيدنا أبي بكر طيب سيدنا عمر سيدنا عمر بن الخطاب ارتد في عهده رجل اسمه جبل بن أيهم هذا كان من ملوك العرب في شمال الجزيرة العربية وأسلم وقام يطوف بالكعبة وكان يزاره مسبل يعني شوية ثوبه طويل يجر على الأرض ملك فبغير قصد أحد ببسطاء العوام من البادية أو شيء داسة له داسة ثوب فكاد يتعثر فغضيب ولطمة يعني عنده غترار فلما ألمته اللطمة وراع قدسية المكان فلم يرد عليه العرب كانت تعظم حرمة مكة حتى من أيام الجاهلية فذهب واشتكاء عن سيدنا عمر فأمر سيدنا عمر باستدعائه أفعلت هذا يا جبلة قال نعم قال إذن يقتص منك يلطمك قال أبدا ما كان لهذا أن يلطم ملك ملكا قال لا الدين يقول ذلك قال إذن لا أريد هذا الدين وانصرفه مرتدا طيب لماذا لم يرسل سيدنا عمر بن الخطاب خلفه سرية نعم ليقاتله بحجة الردة لأنه فهم سيدنا عبي بكر فهم سيدنا عمر بأن من بدل دينه فاقتلوا أي من بنى هذا التبديل على فتنة هذا احتمال وهذا احتمال مع أن الاحتمال الأوضح مطلق من بدل لماذا جنحنا التطبيق المحمدي وتطبيق الخلفاء الراشدين لهذا النص طيب أنا للأسف امتهى وقت حلقتي لكن ما زال هناك العديد من الأسئلة حاضر أسئلة جاءت في التقرير اللي شفناها على مدى يومين وأسئلة أخرى وأسئلة جاءت في التقسيم أنه نص وتطبيق نعم وبديل معروض علينا بدل الدين ولسه البديل هل البديل في الإلحاد في العلمانية في الديانات الأخرى في التجارب الأخرى لم يكن هناك قتل وكان سماح هل سيكون صمام أمان في واجهة هذه الاتهامات للدين الإسلامي غدا إن شاء الله حلقة جديدة نكمل فيها الشبهات التي تحوم خوله التهام الإسلام بأنه دين قتل وإرهاب نلتقي غدا في حلقة جديدة من لحظاتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر